معلش يا دكتورة بقى أنا هرجع لقصة الفيتامينز أو فيتاميناتس اللي حضرك ذكرتيها هل معنى ذلك أن معظم الأكل اللي احنا بنشتريه مصنع مفهوش فيتامينات؟ أنا عندي مشكلة كبيرة جداً مع الخضروات والفواكه المجمدة أكيد فرق كبير جداً بين إنها تكون فرش واحد مثلاً من الفيتامينات زي فيتامين سي ضعيف جداً ما بيتحملش التخزين لوحده بيقلله تعرضه للحرارة تعرضه للتلاجة فبالتأكيد الفاكهة الكمبوت والفاكهة الفروزن المجمدة بالتأكيد مش نفس القيمة الغذائية زي الفاكهة الفرش من الغيت نفس الأمر بالنسبة للخضروات إنما كمان طريقة التجميد وطريقة الحفظ كل ما بنضيف مواد حفظة أكتر كل ما بنقلل قيمة الغذاء وبنحول إن إحنا جسمنا بيدخلوا مواد كيميائية أنا خوفي من المواد الكيميائية اللي هي جدد في حياتنا آخر مئة سنة هي دي الحاجات اللي إحنا عملين نربطها مع الالتهابات والسرطانات والأمراض المناعية والحساسيات هدف سلسلتنا يا دكتور أحمد نعرف إيه اللي كان مش موجود قبل كده بقى مش موجود راح مننا وتسبب في الأمراض جزء كبير منه إن ناكل أكل مصنع في كيمياء عايزين نرجع تاني ناكل أكل عادي من الطبيعة مش هنقول أورجانيك لأن الأكل الأورجانيك أو الأكل العضوي هو ده الصح على فكرة هو ده اللي كانوا بيأكلوا أجددنا وما كانش رفاهية كان متاح لكل الناس النهاردة هو متاح للناس اللي تقدر تشتري تكلفته فعلى قد ما نقدر نتجنب الخضرات المصنعة يعني السمك الفريش أفضل من علب التونة اللحمة الفريش أحسن من البرجر المتصنع وأحسن من حتى اللحمة المفرومة البلوبيف كل حاجة في علبة كل حاجة عليها تاريخ صلاحية ممتد أكتر من عمرها الحقيقي يعني حضرك لو عملنا كيكة في البيت هتفضل يوم أو اتنين نقدر ناكلها إنما إيه معنى قطعة كيكة باكت متعلبة في كيس قاعدة على الرف تقدر تقعد سنة أو سنتين عشان تعيش العمر ده كله محتاجة كمية كمية قد إيه ومواد حفظة قد إيه كل ده له ضرر دكتورة انتي قلتلي على جملة لطيفة وأنا ابتديتها رددها وسط الناس يعني ارجع كده اسأل نفسك الأكل ده كان موجود من 100 سنة لو عرفت إن هو كان موجود كمله كله لو عرفت إن هو من 100 سنة ما كانش موجود وقفه اللبن طويل الأجل واللوبيف والتونة والسوسيس والبرجر احنا نسأل نفسنا كان موجود من 100 سنة ولا لا الملوخية كانت موجودة والفاكهة كانت موجودة بس بشكلها ده قبل 100 سنة عايزين نرجع ناكل شبه على قد ما نقدر اللي كنا بناكله من 100 سنة بالزبط كده